اوصل له هل من المنطقي او من الطبيعي ان يكون شخص بيحب فتاة بجد وهم على السوشيال ميديا ينجر الحديث بينهم لكده طبيعي ده اللي انا عايز اطلع منه في النهاية بقى بس مش مساء الخير والعلى والصرور والتفاؤل وبعتذر احنا تأخرنا حوالي ساعة كده كان عندنا مشكلة لصديقتنا بعثتلي عن انستجرام وكان لازم ان انا يعني تأخرنا في التصوير شوية ولكن حالة النهاردة حالة مهمة ولازم ان احنا ما ينفعش نتغاضى عنها وبتواجه الكثير والكثير واستشف ده وانا مغمط كده من التعليقات اللي بتجيلي بحبه ولكن في تجاوزات بعد عني لما حس ان انا مقفلة طب هو الصح ان انا اماين شوية طب هو الصح ان انا اسمع كلامه لانه هو بيقول انت مش واسقة فيها والحب صقة وكثير من البنات اللي ممكن ما عندهاش خبرة شوية في الموضوع ده توافق او تحس ان الموضوع ايزي او تحس ان الموضوع عادي وانا برحب بكم كده وبشكر كل اصدقائنا اللي انضموا للانستجرام وبقول دايما هو ده المكان اللي احنا بنعمل عالي لائفات كل يوم فارت اللي عنده انضم يعني ايه وبرحب بكم وهنبتدي الموضوع مهم وانا يعني بتاخر شوية عشان يبدأ اكبر قدر يتجمع لاني بازع الاوي لما نخلص وحد يقول لي انت عملت البس وانا كان نفسه حضر وملحقتش انا اعمل ايه انا مش عايزة دلوقتي كأنسة اتو هل طلب تجاوزات وانا ما بحبش اقول جنسي يعني ولكن هل طلب تجاوزات من الحبيب ده معناقي هل ما بيحبنيش هل اوافق طيب ايه اللي المفروض التصرف ان انا نعمله تعالوا نتفق ان الموضوع ده نوعين فيه من خلال السوشيال ميديا وفيه من خلال المقابلات يعني انا عايز نخرج ولكن في مكان خاص مش عارف تعالي عشان نبقى هادين طيب ايه طيب اولا اي واحد اي رجل شاب مهما كان يطلب من بنت المفروض ان هم بيحبوا بعض انا مليش دعوة بقى بالعلاقات اللي هي صدقات فيه اتنين بينهم وبين بعض صداقة وهم بيخرجوا ودي حاجة انا مش بتكلم فيها انا بتكلم وركزه معايا عن اللي هما بينهم حب اللي فيه اعتراف متبادل بالحب اي رجل يطلب ان هما يتقابلوا في مكان خاص ده كداب يبقى ده الشق الاول من الموضوع في مكان خاص في مكان هادي لوحدنا كداب ما فهاش ما فهاش بقى في الصال ولا هنتكلم اكتر من كنا مكان هادي حتى لو مكان عام ولكن معروف ان المكان ده بيسمح فيه في التجاوزات او بالتجاوزات خلص طيب النوع التاني بقى اللي هو الاغلب المرتبطين بيتعرضولو بنتكلم في الموبايل بنتكلم على الواتس بنتكلم في الماسينجر بنتكلم على الايمو على الفايبر على وسائل التواصل دي كلها ومن حين الى حين كده يعني انا مش عايز انتو فاهميني طبعا بحس ان الشخص بيحاول يجريني وما في الصوت ولا يا جماعة تسمعيني كويس بحس ان هو بيحاول يجريني للجنس بشكل مباشر اه او غير مباشر مش عايز حبك هاوي وبقى حنبالي قوي اولا ده طبيعي ويمكن انتو تتصدم ولكن خدوا بقى المقولة كلها على بعضها اذا كان الشخص ده يعني بحس ان هو اصلا جاي بيكلمني في الوقت ده في المكان ده ومن البداية كده فيه كلام او فيه احاقات عشان نوصل للطريق ده يعني من الاخر الموضوع مقصود ومترتب له ده ما بيحبنيش تاني جاي بيكلمني بعد ازايك وعملين ايه واخبارك هما يدوب خمس دقايق ده كبير ويبدأ نخش للسكة دي بشكل بقى مباشر او غير مباشر انما لو في نص الكلام يعني احنا بنتكلم عادي بقى انا ساعتين بقى انا كام يوم وحصل كده لحظة ضعف ومش عارف بوسة في حضن والكلام ده يعني فده ما قدرش اقول عليه انا ما قدرش اجزم ان ده بيلعب او بيتسلى لانه هو الشخص اصلا الكلام جاب بعضه يعني الموضوع جاب بعضه صوت مش عارف ايه دحكة خفيفة فممكن احنا مش ملايكة تاني احنا عشان برضو البنات تفهم الله يرضى عليكم عشان ما فيش واحدة تخسر حد جد معاها بسبب انها سمعت اي واحد يجرك لا فالموضوع بقى فيه تفاصيل عود الكلام بيجي ببعضه ولكن عمره في حياته ما هيحاول يجرك لا اكتر من كده طب برضو في النهاية انا اعمل ايه يعني اذا كان بقى احنا خلاص قلنا الشق الاولاني مقابلات اماكن هادية اماكن خاصة شقة افراجك اواريك كدام ما بيحبش انما انا مثلا سي مرتبطة بشخص بقالي شهر في الشهر ده في مرة من المرات بعد ما تكلمنا ساعة ولا اتنين حاول ان هو يخش للسكة دي في الشهر او في الشهرين انا ما اقدرش اجزم هنا ان الشخص ده بيتسل لا انا اقول عليه زلة اقول عليه ضعف اقول عليه يعني غصب كده بدلا انا عايز اوصله هل من المنطقي او من الطبيعي انه يكون شخص بيحب فتاة بجد وهم على السوشيال ميديا ينجر الحديث بينهم لكده طبيعي ده اللي انا عايز اطلع منه في النهاية بقى بس مش دايما يعني ما يكونش هو ده اللي مبنية عليه على قطة ما يكونش هو ده اللي متمحورة عليه ده في بعض الاحيان اما الكلام بيجيب بعضه ممكن نوصل للنقطة انما لو حسيت باي شكل ان الموضوع مترتب له بيهزر مفيش حب وصلت فهمتو انا عايز اقول ايه في الموضوع ده تمام هو ده اللي انا عايز اقوله فانا عايز كم دلوقتي تردوا علي فهمتو ولا وضح تاني اكتر لان انا عامل الموضوع ده لفيه بنت تبقى مرتبطة بشخص بقالها مثلا سنة ويجي في مرة الموضوع يخش في الموضوع تقول لك بس ادي علامة ده مدام دخل في الموضوع ده يبلا ما تظلموش احنا بشر ومش ملايكة ولينا احاسيس ولينا مشاعر واكد البنت اللي انا بحبها في حاجات شداني فيها فممكن في نص الكلام اضعف كلنا بنضعف والواثق من نفسه اللي مش منافق هو اللي يعترف هو اللي يقول لان لو قلت غير كده هقول عليك يا امك كدبي امك انت حجر ما عندكش مشاعر مع علامات تانية بقى بيخاف علي بيحاول ان هو بيغير بيهتم ما بيغيبش ويرجع خلي بالكم ايه تعلمة تأكد لك كمان بيغيب فجأة من غير السبب ويرجع ده اكبر كدب انا بقول لك او مش معنا عملها مرة او مرتين لو بيعمل كده كتير اكتر علامة تأكد لك ان هو هجاص كدب بتاعة ثلاث وراءات الغياب فجأة والرجوع فجأة واضح ما فيهاش اي خلاف او اي نقاش يبقى تعملي ايه لو الشخص زي ما قلنا من نوع الاول مهابلات ومش عارف ايه تبعدي لو الشخص ده كل ما يتكلم معك هم خمس ده وبعد كده يخش الواحد وتلاقي محو شمال كده على السكة ده برضه تبعدي غير كده ما تتصرع ايش في الحكم ده اللي تاني اعمل حلقات تانية طيب هبدأ دلوقتي ان انا اخذ اسئلتكم وندوس لايك يا جماعة وانشار على قد ما نقدر الحلقة ده لو شايفين ها مهم ده انا شايف مهم جدا وهتم كل النساء والبنات اللي في الدنيا رجاع مهم جدا وهتم كل النساء والبنات اللي في الدنيا رجاع ندوس لايك توصل لبقية اصدقائنا الشيار على قد ما تقدر بس ناخد السواب وناخد الافادة وهو ده هدفنا بس ممكن ننقص حد ممكن ننقص حد بشير بسيط ما بياخدش كم سانية ممكن ان احنا ننقص حد مش هننخسر حاجة اذا شايفين هتستحيل طب انا شايف كل اصدقائنا بيشكروا في الحلقة والحمد لله ان انا قدرت ان انا وصي اللي انا عايز اقوله نبدأ بقى ناخد اسئلتكم جوه الحلقة برا الحلقة ما عندنا مش مشكلة توفق ونسو الميزان ما والله ما نحقت بسمة حوت وعلي دلو يعني لا التوافق صعب يا بسمة في مشاكل حلقة مهمة وجديدة ورائعة تسلميلي ممكن ان اسأل هنا وتجاوبني لان سألتك على الخصم اتفضلي سألي بس حاول اختصار خطيبك تكلم معاك في كلام كيف اتعامل مع الموقف يبقى فيه حدود فيه لمد وانا ما قدرتش اقولك لو قالك وحشتيني او بنفس اخدك في حضنك اقولك كبري الليل اصدو خطيبك بس ما يبقاش في بقتمادي يعني اكتر من كده لان انا مش عايز ابقى حنبالي اوي ودايقها عليكم وعشان ما اقولش عليك بارده برضو او خنيئة او ما عنديك مشاعر او كده بزكاء وبلطافة الدنيا تمشي طيب في قلسة الميزان ورجل القص طيبه حلو اوي عقرب مع عقرب رأيك ايه حلو بس فاهمين بعض او مبروم على مبروم ما يرولش دايما بنقولها يعني الشخص اللي غيب اشفر ويعود هالكاذب ده ابو الكذب والنفاق كله اذا كان بدون سبب ما تكونش انت غلطانة فيه وانطلع عينه ويقبرطي على كده وتيجي تقولي لي اذا الواحده كده او سبب لا يستحق اصلا كدهب طبعا توافق قنسة الاسد والعزراء الصعب حالة جميلة والكلام اروح تسلامي يعني تعمل حالة عن اكتر الابراكش هوني يعمل نتاريبا حالة قريبة من المعنى دي بس ندرس كده مع فريق العمل الانوان ده وان كان فيه فده ان شاء الله نعملها قريبة هالرجل برج الميزان شخصية حساسة جدا حتى وين اظهر منيح عرفت انه كذاب الله ياخده انسة الاسد مع رجل السرطان لو سماء تعبها وتعبها وبتقولي عليه بارد وبقولي عليها عصبية وبتقولي عليه عنيد وبقولي عليها ان هي عنيدة ويعني فيه مشاكل في العلاقة دي التوافق مش الامسل جاوزها ودال التوافق حلو من الاتنين دول ايان كانت الاطراف توافق المرأة الحوت مع الرجل الدل وتعبها وهي هي اللي هتتعب هي لو هو هيتعب بنسبة عشرة هي هتتعب بنسبة ميتين في المية من الاخر الفتح نتو مايكلمنيش نعمل معاي والله اذا كان بيتجاهل بدون سبب يبقى انت مش فارق معها هاوي او خايف لما شعره تبنى عليه هاوي ما لاش حاجة غير كده بدون سبب مرأة العزراء مع رجل الحوت تمشي الدنيا تمشي الدنيا في العلاقة دي ونسطره رجل اسد العند العند يفشر العلاقة دي تحياتي من المغرب اهلا بك وكل اعلى المغرب العرب مع رجل الميزانات طف ينجز بالبعد اوي اوي في البداية ولكن ما بعد البدايات ممكن فيه مشاكل انسة الاسد تتوافق مع السرطان او الطور اكتر والله هو لا دا ولا دا بس الطور يبقى اهضم شوية لان الطور هيعدم السرطان اهضم شوية يمشي اكتر لان الطور هيعدم مع الانسة الاسد اللي هي حاسة ما فيش حد يملعينها وهو رجل الطور شرقي اوي من الرجال الشرقية اوي ودماغه الشرقية اوي وانسة الاسد بتحب مساحة والتحرر ودي نقطة الخلاف الام بينهم رجل القصو وانسة الدالوي الشايمان حمدي حلوة حلوة العلاقة دي يا شايمان حتى وان كان في تطنشو عصبية ما انا عارف اللي بيحصل بينكم حلوة برضو الخطيب لو ما الحدش تحياتي دكتور اني من العلاق اهلا بك وبهل العلاق تحياتي لك وشكرا عاما جدا اشكرك ايه الابراج المزاجية اللي متها بتغير السلطان الجوزاء الاتنين دول على رأس الابراج ازاي اقهر رجل برج القص السؤال ما يبقاش كده جماعة يعني افهم انت بالنسبة له ايه صديقة حبيبة عشان اعذر ان انا حدد اقربة ورجل القص ايه عدم التوافق فدني ان هي عندها حب امتلاك دي المشكلة لهم وهو متحرر اوي القص ده متحرر اوي والعقربة بالدقة اوي وهو بيحب الحياة وبيطنش اوي وان هي ريتما حياتي ابطأ او هو انا ما خدتش ما عرفتش من الرجل ومن الست والقص سريع اوي اوي وبعدين هي زكية اكتر حاجات كتير اوي اهلا بيك دكتور تسلاميلي يا للم تسلاميلي انت اللي بنور الدنيا رجل اسد بنت عرب عنده عدم تنازل فيه رسالة طويلة ومشي رحي اقراها ونسا دلو رجل دلو حلوة العلاقة دي بس هيشتكوا من عدم الاهتمام على المدى الطويل شوية هنشتكوا ان احنا ما بنهتمش هنشتكوا ان احنا ما بنقدرش هنشتكوا من المشكلة في كده بس فيه طوافق فيه طوافق 65-70% سلمة بتقول لي حب اسألك عن رأيك في الابراج والله يا سلمة الابراج عبارة عن علم زي هاي علم بيحطنا الخطوط العريضة اللي نقدر ان احنا نتعامل بها مع الاخرين الشخص ده غيور الشخص ده عصب الشخص ده رومانس الشخص ده عنيد وهكذا ولكن انا مش بقول ان هي في عندنا عوامل ورصة وفي عندنا البيئة وفي عندنا الثقافة وانا لا اقتنع بالتوقعات انا عن نفسي يعني بوكرة وبعده والسنة عشان كده ما بعملهاش لكن الصفات انا اقتنع بيها مليار في المية وده انا جربته على نفسي قبل حتى ما ابتدي في علم الابراج قلتها هقدم حاجة هدفة وليها اساس ولا لا لقيت فعلا انا فيها سبعين خمسة وسبعين في المية من اللي بتقال عن برج الحمل اخويا برج القوس والدي مش عارف الحوت والدتي قريبي صاحبي بدأت اطبق على الناس دي وفعلا يعني ماخدتش العلم وبس لقيت فعلا طب ليه ما نستفدش فعلا ده له معهود في مشاكل ده له معجوزة الدنيا بتنجى حتى على ارض الواقع وان كان لكل قاعدة استثناءات وده بس مش في علم الابراج ده في اي حاجة يعني في اي حاجة في الدنيا هتلاقي في استثناءات هي الفكرة في كده لا علم جميل طبعا وبالذات التوافق والصفات ومشوق وحاجة ببلاش كده بتجيني فتفاهمني النفس البشرية تفاهمني جوزي صحبي ابني خطيبي حبيبي ايه المشكلة ان انا استفيد منها طولت انا في الرد على الاجابة دي ارجو الجواب علي اتوافق الحوت مع انسة القوس اتوافق صعب الابراج تخلينا نعرف ازاي نتعامل اطبعا يا جماعة والله وكلما تقدمت الثقافات كلما زاد اقتناعهم بعلم الفلك وكلما للأسف بقينا جهلين كلما انكرنا وبرضو هقولكم مفيش حاجة في الدنيا بيقتنع بها الجميع يعني تيجي على الانبياء تلاقي فيه اللي صدقوا وكلهم يتكذبوا ربنا سبحانه وتعالى فيه ناس بتقولك مفيش اله الملحدين فعلم الفلك زي وزي اي حاجة تلاقي ناس تقولك ده حلو اوي وتصده اوي وتلاقي ناس تقولك ده كلام فاضي وتلاقي ناس بين البنين شوية كده وده الطبيعي بتاع الحياة وانسى الاسد ورجل الميزان التوافق حل انا صديقي بس فيه ايجاب من الطرفين وعايز اقهروا ورجل الاسد صديقي خير رجل الاسد انت برجي نقطة ضعف الرجل العرب نقطة ضعف الرجل العرب للاغراء وشوأ ولا تدوأ الغموض والتول ان انت تسري اوي تغري اوي بس ما يطلش منك حاجة اذا طال بيركب جناحات ويمشي الجمال بيفرق ما تجيبش اللي عندك مرة واحد وما تهتمش باوي بالذات في البدايات طيب هنكتفي بقى جماعة بالقدر ده مش هنطول يعني اكتر من كده عشان ما طولتش عليكم بكرا ان شاء الله عندنا موضوع مهم ولايف ويا ريت تقولولي لاصحابكم تقولي لاصدقائكم ارايبكم كل مكان اللايف احنا بنعرف بعض فيه اكتر كل مكان امتع واحلى واكسر افادة ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك وانا حاضر هنزل الحلقة دي على الفيس وانشوف كده لو عرفنا منزلها على اليوتيوب مدام في بعض اصدقائنا طلبوا كده يعني استجابة لما طالبهم بس ترجمة نانسي قنقائنا ترجمة نانسي قنقائنا اشتركوا في القناة